قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2022 قرر يعين كل من السيد الدكتور خالد عبدالغفار وزيراً للصحة والسكان أكسمي لله العظيم أن أحافظ بخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحتلم التسطورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد اللواء هشام عبدالغني أمنة وزيراً للتنمية المحلية أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحتلم التسطورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد الفريق محمد عباس حلمي وزيراً للطيران المدني أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحتلم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد الدكتور محمد أيمن عشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحتلم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد الدكتور رضا السيد حجازي وزيناً للتربية والتعليم والتعليم الفني أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد اللواء محمد صلاح الدين وزير دولة للإنتاج الحربي أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة سوها سامير ناشد وزير دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام كمهوري وأن أحترم الدكتورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة الدكتورة نيفين يوسف الكلاني وزيرا لاستقافة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدكتورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة الدكتور هاني عاطف سويلم وزيرا للموارد المائية والرأي أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدكتورة والقانون وأن أنعى مشالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة المهندس محمود مصطفى كمال وزيرا لقطاع الأعمال العام أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدكتورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة المهندس أحمد سمير صالح وزينا للتجارة والصناعة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدكتورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة حسن محمد شحاتة وزينا للقوى العاملة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الكموري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب ورعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيد أحمد عيسى طاها وزيراً للسياحة والأثار أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الكموري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة والمحافظة على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه التوفيج